السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في القناة ديركم ومرحبا بكم عند خطكم سنة فيديو ديومة ان شاء الله نتمنى كذلك يلقاكم في صحة جيدة واحوال جيدة في اطار الاستعداد الجيد لبداية السنة الدراسية الجديدة الفاني وعشرون الفاني وواحد وعشرون اذا سنقدم لكم كذلك فيما وعد تكون في الحصة السابقة درس الفعل المبني للمعلوم والفعل مبني للمجهول اذا سنتعرف في هذا الدرس على الفرق بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بكل جديد قناتي ولا يفوتكم اي شيء اذا نبدأ على بركة الله اولا وقبل كل شيء دائما نبدأ بالامثلة اذا سنحاول نبدأ باول امثلة بالنسبة لهذا الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول في الحصة السابقة رأينا في الجملة الفعلية لذلك سنأخذ بعض الامثلة لبعض الجمل لبعض الجمل الجملة الفعلية الجملة الاولى سنرى الجملة الاولى سيكون فعلها فعل اللي هو متعدي ولا قلت على الفعل متعدي سرحت لكم في الحصة السابقة هو الفعل اللازم لن تكون من فعل وفاعل ومفعول به مثلا زرع فلاح زرع الفلاح ماذا الحقل جملة ثانية جملة ثانية أي كل فعل ديالها كذلك لازم يشرح الاستاذ الدرسة لن نكتفي فقط بهاتين الجملتين ماذا سنفعل الجملة الاولى والجملة الثانية سنحاول ان لاحظوا جيدا سنحاول قيام بعض تحويلات إذا قلنا الجملة الأولى زرع الفلاح والحقلة يشرح وعفا الأستاذ الدرسة إذا بالنسبة الجملة الأولى والثانية يعني الأفعال بجوجهم فهما أفعال اللي هما متعدية لأنك يتكون عندنا من فعل وفاعل ومفعول به مفهم إذا بالنسبة التكمة إذن في هذه الحالة اشنقنا بأن الجملتين البجوج الفاعل اللي لهم فهو hamph فهو مضكور إذن في هذه الحالة منك يكون فاعل مضكور كل فاعل مضكور إذن هذا هو الفاعل وهنا كذلك هذا هو الفاعل إذن في هذه الحالة منك الفاعل أشنق سنسميه هذا الفاعل ها الفاعل زرع وهذا Total!! نسميه فعل مبني للمعلوم. لماذا؟ لماذا قلنا فعل مبني للمعلوم؟ لأن الفاعل ذياله معلوم ومذكور. إذا نبقوا عقلين مزيان. من يكون عندنا الفاعل مذكور يعني فاعل معروف واضح كاين في الجملة. يعني كنقوله في هذه الحالة بأن هذا الفعل فهو فعل معلوم يعني مبني للمعلوم. إذا في هذه الحالة تبجوش باش ما تنسوش. أدنى الفعل مبني للمعلوم. إذا الجملة اللي غنحوله. إذا نحوله اللولة والثانية. في هذه الحالة غنحوله بحيث بأن هذا الفاعل اللي هنا هو الفلاح وهنا هو الأساد ما يبقاش معلوم يعني يصبح مجهول. أشنو غنقوله في الجملة؟ لانتابه التحويل. ومن بعد غنقول لكم كيفاش كنقدروا نحصله على هالتحويل وهذا هو الضرط لوعدتكم بأنني غنشرحه لكم. إذا نحن نزرع الفلاح والحقلة. إذا ما نقوله؟ زوري ع الحقلو. زوري ع الحقلو. هنا يسرح الضرطو. دان في هذه الحالة رضو البال. زوري ع الحقلو. ولكن من زوري ع الحقلو. عرفنا شكون؟ إذا ما عرفناش. إذا الفاعل غير مجهول. عفما غير موجود. يسرحو الدرس. شكل يسرح الدرس. عرفنا شكون؟ واش تنميد واش الأساد واش المدير واش الأب ديالي واش الأخ شكون؟ غير موجود. إذا في هذه الحالة كنسميه هاد الفعل. اللي هو زوري ع ويسرحو. الفعلو مبني للمزهول. على شو قلنا مبني للمزهول؟ لأن الفاعل ليالو مزهول. غير موجود في الجملة. هنا فعل زوري ع ويسرحو. هنا شو كان عندنا زوري ع يسرحو. اللي هو مبني للمعلوم. إذا القاعدة والدرس دير اليوم تعرفنا عليه ما هو الفعل مبني للمعلوم وما هو الفعل المبني للمزهول. إذا الفعل مبني للمعلوم هو كل فعل يعني فاعله مذكور معروف. وبالنسبة لفعل مبني للمجهول هو كل فعل فاعله غير معروف وغير مذكور في الجملة. نتطرق الآن إلى تتمة الدرس من خلال معرفة كيف يمكننا أن نبني فعل للمجهول. كيفاش من زرعة قلنا زوري ع واش غير رشقت لنا او لا هناك قاعدة. نفس الشيء بالنساء اللي هي يشرحوا ويشرحوا. واش كي نقاعدة وغير رشقت لنا. إذا ما شي رشقت لنا كل حاجة في لغة العربية عندها قواعد وعندها أوزان. إذا لاحظوا جيدا. بس نعرفوا كيف. إذا نعرفوا. نحددوا كيف يبنى. الفعل للمجهول. أول حاجة. رضل بعنزارة ع. الزمن لها الفعل فهو زمن ماضي. يشرحوا الزمن ديال هاد الفعل فهو زمن لهو المضارع. وكيف ديما كنت نقول لكم في الدروس السابقة بأن الفعل المضارع الحروف المضارعة مزموعة في كلمة آنيتو. يعني الالف والنون واليا والتاء. إذن. عدنا الفعل اللول في زمن الماضي. كيف سكن قدروا. نبنيو حد الفعل. المجهول. في لكان عندنا في الماضي. أشنو غير تغيير لي. لكي هنا رضيتوا البال مزيان. عدنا زرعة. إذا نكسبها لكم هنا بشرة واضحين. حصلنا على. زوري. هنا قلنا عندنا المضارع. عفوا. المضارع. شنو كان عندنا. يشراحوا. يشراحوا. إذا نقلنا هنا. يشراحوا. إذا نتيبه. الحرف الأول كان مفتوح. هنا أصبح مضموم. الحرف الثاني كان مفتوح أصبح مجرور. يعني كان عندنا كسرة. هنا بقى مفتوح بقى مفتوح. إذا من خلال هاد الشرح. هشنو غنقولو. هنقولو بأنه باش نبنيو شي فاعل مجهول. هشنو خسنا نديرو. خسنا نضمو اللوول ديالو. ونكسرو. ما قبل آخره. هذه القاعدة. إذا كان عندنا الفعل في زمن الماضي. أما عندنا الفعل في زمن المضارع. فرضوا البال التغيير. هنا كان عندنا فتحة في الياء. أصبحت ضمة. هنا السكون بقى السكون. هنا فتحة بقى فتحة. هنا ضمة بقى ضمة. وكرا ماشي دائما ما قبل الحرف الآخر. كسكون. فتحة. إذا القاعدة ماذا تقول. إذا كان عندنا الفعل مضارع. وبغينا نرجعوه للمبني للمجهول. خسنا نضمو اللوول ليالو. ونفتحه ما قبل آخره. هنا رات نفتوح ولكن بعض المرات ما نتلقوش نفتوح. فهم يعني. بضمي. أولي. وفتحي. ما قبل آخره. إذا كانت هذه هي القاعدة. غنعود بأن الفعل مبني للمعلوم هو كل فعل فاعله معلوم ومعروف. والفعل مبني للمجهول. وكل فعل فاعله غير معروف أو غير مذكور. إذن كيف يبنى الفعل للمجهول؟ قلنا إذا كان في الماضي نضم أوله ونكسره ما قبل آخره. وإذا كان في المضارع نضم أوله ونفتحه ما قبل آخره. إذن نمر إلى الاستنتاج أو القاعدة لكي تقوموا بتذكرها. عفوا لكم. القاعدة هي كالآتي. ينقسم الفعل باعتبار فاعله إلى معلوم ومجهول. إذا ذكر في الجملة فاعل الفعل مثل قرأ سليم الدرس. كان الفعل معلوما. نقول مبني للمعلوم. إذا لم يكن الفاعل مذكورا مثل قرأ درس. سمي الفعل مجهولا. إذا في هذه الحالة كنا في حصة سابقة إذا كان الفاعل غير مذكور والفعل كي يكون هو مبني للمجهول. إذا هاد الاسم اللي كي يجي من وراه اللي كي يصبح مرفوع كنسميه أش نائب الفاعل. الفاعل. إذا نسيت ما قلتهاش لكم. إذا هنا هي مثلا قلنا يزورع الحق له. إذا الحق له كانت هنا عبارة على المفعول به. مني جات هنا ما بقتش مفعول به. وإنما أصبحت كتسمى نائب الفاعل. علاش كتقول لي مضمومة. فهم نائب الفاعل. إذا الاسم الذي يأتي بعد الفعل مبني للمجهول. ويكون مرفوع يسمى نائب الفاعل. وفي الأصل هو عبارة عن مفعول به. إذا نطنيم القاعدة. إذا لم يكن الفاعل مذكورا مثل قرأة الدرس. صمي الفعل مجهولا. إذا قرأة فهو فعل مجهول. وصمي المرفوع بعده نائب الفاعل. وهو في المثال مفعول به في الأصل. أسند إليه الفعل بعد حفف الفاعل. يختص بناء الفاعلي للمجهول بالماضي والمدارع. أما الأمر فلا يبني للمجهول. إذا الفعل في الزمن الماضي والمدارع هو اللي كنقدرون نحول الفعل مبني للمجهول. أما لكنا عندنا فعل دي الأمر ره ما يمكن لناش نبنيه للمجهول. إذا بني الفعل للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره في الماضي. وضم أوله وفتح ما قبل آخره في المدارع. سنمر الآن إلى تمرين تطبيقي من أجل تثبيت القاعدة. سؤال أول يقول ابني شفهيا كل كل فعل مما يلي للمجهول وبين ما يحفظ من تغيير في الجملة. يركب علي الحصانة. قطف البثاني الفاكهة. فهم شفيق تمرينة. سؤال ثاني. أعرب ما يلي. يعاقب المنافق. إذا سأمنحكم مهلة للتشكير ونمر إلى التصحيح. إذا نمر إلى التصحيح. يركب علي الحصانة. إذا ماذا سنقول يركب الحصان. لماذا يركب فعل مدارع. والفعل مدارع قلنا نضم الحرف الأول ونقصر ما قبل الآخر. إذا سنحصل على فعل مبني المجهول هو يركب. الفعل نحذفه. بالنسبة المفعول به يصبح مضمه. نحذفه. 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 سيصبح مضمه. عفوا. يعني مرفوع. نقول الفاكهة. ولكن الفاكهة. هي مؤنت. إذا بما هي مؤنت. سنزيد تأنيت. قطفة الفاكهة. إذا عدنا هنا هي قطفة فاكهة. فهما شفيق التمرين. إذا كذلك فعل مدارع. عفوا. نضم أولا. ونكسر ما قبل آخر. نقول فهما تمرينه. لأن المفعول به سيصبح مضموم. ونقول له نائب الفاعل. فيما يخص الإعراض. يعاقب المنافق. إذن هنا لدينا الفاعل غير موجود. إذن فهذا الفعل فهو عبارة عن فعل مبني للمجهول. وقدير في زمني المدارع. إذن فعل مدارع مبني للمجهول مرفوع. وعلامة رفعه ماذا. طم الظاهرة على آخره. المنافق نائب الفاعل مرفوع. إذن كان هذا هو درس اليوم. أتمنى أن ينال عفوا إعجابكم. ونكون خفيفة ضريفة على قلوبكم. وأي تساؤلات مرحبة بها على الرأس والعين. أي نصائح بغيتوا تقدموها لي كذلك على الرأس والعين. إذن حد هنا غنقول لكم إلى اللقاء ونطلقوا إن شاء الله في فيديو آخر. وباش تعمل فائدة وباش تدعموني وتشجعوني باللي نحط لكم في فيديوهات آخرين. ما تنسوش الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو الشراك وتفعلوا الزر بجانبه باش يوصلكم كل جديد قناتي. ولأعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الضغط على الزر إعجاب وتبغتاجه مع الأهل والأصدقاء والأحباب باش تعمل الفائدة. وإلى هنا إلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله.